إذن ارتداء الكمامة أمر ضروري وإلزامي في فضاء العمل والتكنولوجيا يسخرها فريق باحث من الشباب في تنجاه يسخرها للمخالفين لارتداء الكمامة الروبرتاج لاستقبل زين وفادي السادون تستطيع هذه الكاميرا الذكية ضد الأشخاص المخالفين لأهم قاعدة صحية في الإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 داخل أماكن العمل وضع الكمامة إنه جهاز ذكي في مرحلته التجربية داخل هذه الوحدة الصناعية بطنجا وهو الجهاز الذي يمكن من التعرف على المستخدمين الذين لا يضعون الكمامة مع تحديد هويتهم ومكان وزمان المخالفة وإرسالها إلى إدارة الوحدة الصناعية بدو تجرب ولاحظنا بأنه فعال 100% في المهم المرتبطة به الحمد لله هذا مسروع اللي هو للطور ديزانجينيوغ اللي هو مغاربة بكفاءات 100% المغربية اللي كتخلينا نقدر نكون فخورين بأن المغرب في إطار هذه الجائحة قدريبين بأنه قادر يريد الفيلي ديفي يعني ديزانج اللي تحطو له ولكن بالكفاءات المغربية ويتعلق الأمر بالشاب المهندس على المدنها الباحث في بجال التكنولوجيات الذكية الذي استجمع فريق عمل شاب بطنجا من أجل البحث عن حلول ذكية لعدد من التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 فكان تطوير جهاز ذكي يمكن من التعرف على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامة والإختار بذلك آخر المشروعات الحلول اللي وصلنا لها اللي هي واحد السيستام ديال الكاميرا اللي كي يقدر يترك في المعاميل وفي حسن الفبلايس ديال الخدمة وهديك كده تكتش كل يلابس الكمامة وكل ما لبسها قدرنا أننا نصاب الجهاز ونمترزيوه وأننا نملكيوه في بعض الشركات وقدرنا لحد الساعة هذه نحن نزيدون إمبروفيوه ويواصل إذن فريق البحث والتطوير جميع إمكانيات تحسين أداء هذا الجهاز الذي أبان في مرحلته التجريبية عن فعالية كبيرة في مراقبة الالتزام بوضع الكمامات داخل فضاءات العمل على أمل أن يتم إنتاج وتعميم استعمال هذا الجهاز المغربي الصنع مئة بالمئة على المقاولات والإدارات وجميع فضاءات العمل والتجمعات